اشتركوا في القناة بالطرق والطرقات الكبيرة زي مداخل الهاي واي وكذلك بوابات النيترو وكذلك معامل انتاج المعاقمات حسب تخصصي طبعا انا مشارك من بداية الوباء يعني من شهر واحد خمسة وعشرين او ستة وعشرين تاريخ ستة وعشرين من خلال هذه الفترة كلها يعني انا حاولت اجمع بعض الحاجات المهمة كنصائح من خبرات تراكمية اثناء التعامل مع هذا الوباء والنصائح اللي كانت توجه الينا من المختصين في الجانب الحكومي الصيني اول رسالة سأوجه لأهل لبنان لماذا لأهل لبنان لانه لبنان يعز علي كثيرا وكان عندي اصدقاء عايشين في الصين لبنانيين ومن الوفاء انه انصح لهم واخف عليهم ايضا لاني ارى ان الان لبنان فيه بعض الحالات قد انتشرت باذن الله تعالى سنوضح يعني مربط الفرس في هذا الوباء كيف نقي انفسنا من هذا الوباء طرق الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا نعمل الطب الوقاية اولا اول ما تطهر الحالة راح تنتشر كوباء بشكل فجائي في مجتمع ما مثلا كانت لبنان ما فيها كان كل الناس على انهم اصحا ولكن فجأة انتشر الوباء وصار كل واحد مش عارف هو مصاب ولا مش مصاب لانه من بداية انتشار الوباء حتى 14 يوم انت مش عارف لانه تكون حاضن للفيروس الفيروس له فترة حضانة حوالي 14 يوم تقريبا وفي بعض الحالات تصل الى 28 يوم عموما اذا الحالة انتشرت بشكل فجائي في المجتمع ما فان هناك تدابير وقائي عاجلة يفتي فيها من هو الطبيب قبل العالم الديني من منطلق اعطي القوس باريها ومن يعلم سر الخطر هو الذي يفتي فايش سوت الصين الصين قسمت فئات المواطنين الى اربع فئات الفئة الاولى سمتها اي وهم الاشخاص الذين ظهرت عليهم اعراض المرض ويحتاجوا الرعاية الصحية يعني قدوا خلاص ما عاد يقدر يتنفس بصعوبة وعنده كحة وعنده اعراض المرض اللي سهال وكذا فيشلوه الى المستشفى ما عاد يحتاج الا اكسجين يعني خلاص هذا ايه صار ظاهرة الحالة فيها ظاهرة تماما يعني بعدين اثناء الفحص المقطعي للريعتين خلاص بان انها بيضاء او تحليل الار اين اي تمام خلاص اوكي هذا يسمونه الفئة اي من فين اقى هذا هذا اكيد اقى من بيت واقى من مكان او مقر عمل يعني ايه هذا من هم المخالطين له المخالطين له سي مش ب سي اي سي سوف السي من هم هم اهل المريض اللي عايشين معه في بيته او هم زملاء المريض اللي عايشين كانوا معه في العمل وقد انتقلت العدوى اليهم ولكن ربما ما ظهرت الاراض وربما لم تنتقل هذولي السي هم معروفين عرفتهم الدولة هذا مريض وصل الى المسجفى خلاص اوكي سوو له عناية طبية مركزة وقد محتاج انه يعيش او يموت ما ندري لكن روح يشوفوا زملاء او هم اهل بيته وعملوهم حجر منزلي حتى يتبين انهم اصحة او مش اصحة اوكي الفئة بي وهي الاخطر هي الفئة الكبرى والاخطر في الوباع وهم حاملين للفيروس في فترة الحضانة ولم تظهر عليهم اعراض المرض بعد يعني يستطيعون نقل العدوى لغيرهم وهم من ضحايا ايه لكن غير معلومين يعني هم من فين اجوا هذا واحد ايه هذا المريض راح للمطعم اوكي راح المطعم اكل بالمطعم والملاعق اللي اكل فيها والصحة المطعم نحن ربما نعرف اكثرنا يأخذون الصحون كلها حق الزبائن واللي اكلوا في المطعم يحطوها في قدور كبيرة مع بعض ويبللوها بالماء ثم يغسلوها التغسيل ما يكونش مئة في المئة نقي ومعقم فينتقل المرض لمئة مئتين شخص اكلوا في المطعم وجالسين عادوا في فترة الحضارة وهم يأكلوا كل يوم والمرض كل يوم ينتقل من المطعم هذا بربما ينتقل من المطعم هذا الف الفين ونحن ما نعرف اوكي هذا بالنسبة لي البي من هم هذولي هذولي بس اللي قلناهم في المطعم طيب هذولي اللي في المطعم نجي لهذه الأماكن العامة نجي للمستشفى كم طبيب كم واحد راح المستشفى اسنان وعنده المرض وقالسين ما تعقمتش أدوات الاسنان وقام مريض بعضه ومريض بعضه ومريض بعضه إذن المستشفيات كانت هي من الأماكن التي ينتقل فيها المرض للفئة B من الفئة A أول واحد جاء في A وعد هذولي هذولي غير معلومين البي بالخالص غير معلومين وهذولي البي هم اللي نحن كنا ندور عليهم في الشوارع بالجهاز الحراري اللي هو الجهاز الكهربائي هذا اللي هو يقص دركة الحرارة هو المستهدف فيه الأشخاص بي لأنه يكشف دركة حرارة لأنه شخص بي لسه ما زال سليم ما زال يمشي ويعمل ويسافر في المطارات وهكذا أوكي نجي إلى الحدائق العامة أيضا حدائق العامة تقول إيش فيها الحديقة الحديقة فيها مريض أو مريض أي اللي مر الأول وبسق على الأرض هو إذا بسق على الأرض أنت ستأتي بالحذاء وتروح الفيروس إلى بيتك ربما الطفل الصغير يحبي أو يحبو إلى محل الحذاء أو كذا ويلمس الحذاء بيده أو كذا وتنتقل العدوى للبيت كلها من الحذاء عزكم الله أيضا الفصول المدرسية أو قاعات المحاضرات وحد كان مريض من الفئة بي أهو ولا من الفئة بي لأن البي أيضا ينقل هذولي غير معلومين هذولي مش عارفين إذن انتقل عبر الطاولة هذه كذا حالة عدوى أو حالة إصابة هذه أماكن العامة نجي لشوف أماكن العبادة أماكن العبادة مثلا المسجد إذا المفتي الديني يعني لم يفتي الآن ب عدم عدم الصلاة في المسجد فهو مخطئ مخطئ من وجهة نظر الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس أن يصلوا في بيوتهم في عذار شرعية زي المطر المطر عذر شرعي لماذا الله سبحانه وتعالى يعني أباح للناس يصلوا في البيوت وما يروحش المسجد لأنه لو راح المسجد في المطر كان زمان الطريق مش مزافلت يعني ما فيش سفلت وما فيش فيروح في الطريق ربما يتزحلق في الطين ربما يقع ربما يتنكسر يده أو جمجمته أو كذا فمن باب رحمة الله على هذا الإنسان أن ترك له رخصة يصلي في بيته كويس إذن خوف الله على الإنسان أو رعاية للإنسان أعطاه هذه الرخصة إذن من الرخص أن نأخذها على سبيل هذا القياس أنه نصلي في البيت في حالة الوبع أيضا من باب أن لا تلقي بأيديكم إلى التهلكة إذن الدين هذا الديني أسر هذا المسجد بالنسبة لأماكن ليش لأماكن العبادة أيضا الكنيسة بالضبط ينطبق عليها ما ينطبق على المسجد وكذا الملتقيات الدينية يعني أماكن ندوات ودروس وكذا هذه أيضا تقفل وتغلق نقل لأماكن ترفيهية مثلا زي المسبح المرقص القهوة نحن باليمنين نقول القهوة اللي هو اللوكندا أو المكان اللي يتجمع فيه الشباب يشربون المعسل اللي هي الأرجيلة وعاد فيه أرجيلة دريفري يودوها من واحد لواحد ومن بيت لبيت تنقل لها مئات المرض يعني هذه خطيرة جدا هذه الأيام بالذات الأرجيلة هذه الأرجيلة تقول أنا بغت أنت بتقول أنا عندي شرشوب لوحدي خاص بلاستيكي لا القصبة اللي جاي وقايب المط قد واحد فيه فيروس ونفخ فيه وقد الفيروس ربما انتقل للقصبة الأصلية اللي هي البيب الأصلي اللي مش عند الفم يعني احتمال وجود الفيروس في الماء في البيب كذا مويود بالنسبة عالية الاحتمالية فيها لذلك هذه أيضا لا يفترض أنه يتوقف هذا الاجراء أو هذا العمل ملاعب كرة القدم طبعا قد عرفنا أن حتى الناس في الدول أوقفت بعض المباريات الكبيرة أو العالمية أو كذا دوريات قوية جدا يلعبون بدون جماهير مع هذا أصيب واحد من اللاعبين أيضا في الفيروس هذه بالنسبة أماكن الترفيه أماكن المواصلات وهي الأخطر أيضا من الفئة البي كله ماذا نتكلم نحن الآن الفئة البي تركب باص تمسك في الباص تقلس في الباص قد قبلك ركب واحد من الفئة البي أو من الفئة ال إن كان مريض تأخذ الفيروس تروحه معك تأخذه معك تنتقل إليك العدوى التكسي مقبض التكسي أيضا قد يكون مصاب يعني فيه فيه عدوى الميترو كذلك المصعد المصعد وهو أخطر الذي يسكنه في مجمعات سكنية وبيوت عالية مرتفعة عندهم المصعد كل ما ضغط على زر المصعد انتقلت إليه العدوى بطريقة اللمس طريقة اللمس إذا كان مر قبلك واحد مصاب بهذا المرض إذن البي هو اللي يدور عليه في المطارات وفي الشوارع وفي مداخل الحارات ومداخل المجمعات هذا هو البي اللي كل ما تمشي مكان في الصين كان يطوك قرعة في راسك الآن في اليد وكذا بس لقياس درجة الحرارة 37.3 يعتبر في خطر ويخذ النوع للحجر الصحي لأنه خلاص فيه شك نسبة كبيرة أنه يكون حامل المرض في أماكن تمونية اللي هو في أبي أيضا أماكن التمونية لما تروح تشتري من سوبر ماركت بضاء أي شيء تونة فاصول يفول أي حاجة معلبات وتشوف صاحب السوبر ماركت مش لابس كمام لا تشتريش منه لأنه اللي يضمنني إنه ما عطس إنه ما سعل وهو حامل المرض أو مصاب مرض وصاحب السوبر ماركت أكثر واحد معرض للإنتقال العدوى إليه لأنه الناس جايين يشترون كل يوم منه من أيام من لما دخلوا أول واحد طيب تمام إذن هذول لابد يلبسون كمامات إذا ما أنا كنت إذا شفت صاح في بداية الأمر بعدين صار في الصين لبس الكمام إلزامي يعني لو ما فيش واحد في الشارع لو في واحد في الشارع ومش لابس كمام تتصل على طول بالبوليس ويجوله يمسكوه يعني شغلة يسوله ياخدوه 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 تجل عند اللي يبيعون اللحم أيضا يلبس كمامات لأنه لما يلبس كمامات هو يضمن إنه ما ينقلش العدو منه الآخرين في واحد ما يلبس كمامات يقول لك أنا ما أخفش وبعدين هي قدر الله سبحانه وقدر لي بموت ياخي يلبس كمامات مش علشانك يلبس كمامات علشاني أنا اللي مواجه لك عشان لما تتكلم عشان لما تسعل عشان لما تعتص ما يجيريش الفيروس أنت حر في نفسك في داخل بيتك لكن لما تخرج الشارع أو تبيع في السوبر ماركت في البقالة أو تبيع ملحمة أو تبيع خضار فواكه أنت أنت مطالب بأنك لا تؤذيني انتهت حريتك أنت في البيت الآن بدأت حريتي أنا في المدقر أن تلبس الكمام عشان تحميني أنا عشان ما يخرج منك مش عشان أنت ما تخاف هذا يرجع لك أنت لكن لا تؤذيني لا تنقل إلي المرض فالناس يفتكرون أنه لبس الكمام أنه يحمي نفسه لا هو تحمي نفسك حر أنت أوكي لكن لا بد تحمي غيرك من أنك تلبس الكمام هذه معلومة يعني مهمة مهمة جدا نجي بعدين انتهينا تقريبا من هذا اللي هو البي وهما الخطيرين وهما اللي تزايدون لما يتطلع العدد اليوم مية بكرة ميتين كيف كانوا اليوم مية وبكرة ميتين اليوم مية كانوا بي وبكرة ظهرت على مية ثانية عرض المرض صاروا A ميتين وهكذا نجي للفترة للفئة D الفئة D هذه هي أفضل فئة سليمة هي اللي ما خالطت البي ولا خالطت الـ اللي يالسين في بيتهم من بداية الأزمة من بداية الإصابة بفيروس ولا خرجوا الشارع ولا راحوا يعني أماكن مثلا مشبوهة ولا شي ذلك هذولي فترة هذولي فئة D لو زيد كمان حبي يتأكد زيدي يعمل لنفسه حقر صحي ذاتي بالبيت 14 يو عشان يتأكد مية في المية النوع إنسان D بعد ما يتأكد يجلس طول العمر معتكف في البيت لا مش صحيح لازم يطلع يطلع كيف يطلع لابس كفوف في هذه الحالة يطلع عنده كفوف اللي هي كفوف بليستيكية يرميها إذا ما عندهش كفوف يكون عنده عنده جسمه اللي هي المعطر هذا هو المعقم بخاخ صغير معقم كحولي عنده الكمام لابس الكمام بالضبط لما يجي يبغي ينزل الكمام ما ينزلوش يسحبو من عند الدقن ويمر الكمام من الأنف ومن الشفتين بهذل الدنيا يعني لو في فيروس في طرف الكمام كان يمرروا على الأنف ويمرروا على الفم لا ينزع الكمام من الأذنين ويحطوه كأنه عنده جريمة يحطوه بعدين يرجع يلبسه ثاني مرة لا تمسك الكمام أيضا بيدك لأنه تلمس الكمام بيدك مثلا واحد قد سعل قبلك أو عطش في الشارع والجو المقارب لك وكذا وصار الكمام موجود فيه فيروس وانت تمسكه بيدك لا المسك دائما عند الأذنين وبعدين غسر اليد وبعدين تغسل وجهك هذا لما ترجع البيت هذه الكمام البخاخ هذا المعقب أيضا مثلا أنت نازل المسعد وما مسكت المسعد بيدك إذا ما عندكش منديل وبعدين تبخ على أصبعك بالكحون إذا ما فيش برأس المفتاح رأس المفتاح تضغط فيه زر المسعد وبعدين ترش على رأس المفتاح أيضا كحون نحن هنا نعمل ولاعات كهربائية الولاعة حق التدخين هذه أنا ما أدخل لكن هذه الولاعة تضغط فيها ثم بعدين تضغط الولاعة للتعقيم تخليها شوية شغالة بالنار وهو يصير تعقم لأن الفيروس يقتل بدرجة الحرارة المناديل الورقية مهمة مثلا في لما تمسك مقبضة تاكسي تفتحه تفتحه بمنديل وترمي المنديل وبعدين تقفل من الداخل بمنديل ثاني أو هكذا فكل واحد عارف كيف يحمي نفسه أكيد عارف يعني هذه الفياءة بالنسبة للفياة دي خلاص دي هذول يخرجون لكن الدي هذا يمكن يرجع به متى يرجع به الدي هذا يرجع به عندما يخرج بدون كمام عندما يلامس أي أشياء ولامس أنفه تمام عندما يمشي في المصعد ولا يسلم على شخص آخر سلام باليد ونسي وحط يده على أنفه أو فهمه في هذه الحالة يحتمل أنه عادل البي مع السرش دي نقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أدري أنا هل وصلت المعلومة ولكن هذا قهدي وأسأل الله أن ينفع بهذه النصائح للمسلمين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجعا لكل مشروع لا تطبيقビتط